تعالوا بقى نشوف احنا ممكن نعمل ايه عشان نتخلص من هذه الاشياء ونجدد علاقتنا بأولادنا بشكل صحيح اول حاجة عشان نبني علاقة صحية يعني ايه علاقة صحية علاقة صحية يعني اول دايما في التربية اول صحة بتبدأ من القلب يعني عارفين زي ما تقولوا العقل السليم في الجسم السليم لا هو العلاقات السليمة بتبدأ من القلب السليم والقلب عشان يبقى سليم لازم يتملي بالحب ولازم يتملي بالحب الحياتي اللي هو ايه الحب الحياتي الحب الحياتي ده هو تهرم بنكلم عنه الازواج وبنكلم عنه كمان واحنا بنربى اولادنا الولد لما يتربى من هو صغير انا لما بيجي يدخل على الزواج ما بتعبش فيه ما بتعبش فيه ليه لانه متربى على الحب الحياتي اللي هو ايه اللي هو الهرم ده اللي هو بيتكون من اربع ابعاد البعد الاولاني هو القعدة القعدة اللي فيها الامان الامان لو سمحتم كولوا امان لأولادكم علموا أولادكم إن إحنا بنحبوكم وإحنا أمانكم وإحنا في دعاركم الأمان الضلع التاني الاهتمام الضلع التالت الاحترام الضلع الرابع هو كمان التأدير إيه اللي هتخسره لما تقدر ابنك لما ابنك يقول فكرة حلوة وتقدره إيه المشكلة إن أنت تبين اهتمامك بإنك أنت تطول بالك وتوسع صدرك مع أولادك طب إنت لو ما استطعت الصدرك ما أنت قاعد توسع صدرك في الشغل عشان تجيب لهم لقمة عيش ما تسوسع صدرك عليهم عشان هم يحسوا بحبك كمان إحنا عايزين لو عايزين فعلا نيجي نتكلم مع أولادنا ونوصل معهم إلى علاقات سليمة ده نكلمهم معهم دايما ونحكي لهم عن حاجات لازم تعلي من شأنهم ولازم تخليهم في حالة من حالات الوصول إلى إحساس بإن هم ممكن يبقوا في المستقبل أحسن لازم دايما نكلم أولادنا عن الأمل لازم نكلم أولادنا دايما عن القدرة لازم نتكلم دايما أن أنت عندك ربنا بيساعدك وبيدعمك لازم نرب أولادنا على الأمل لازم نرب أولادنا على التفاول لكن لما تيجي أنت اوعى وانت بتربيه ومتحس أن أنت بتغلط في حقهم لما أنت متحسسهمش أن المستقبل أسود يا سيدي ده ممكن يكون مستقبل في خيالك أنت لكن إيه اللي يخلن لعباد دولة اللي ربنا سبحانه وتعالى كدبلهم رزقهم يجوا لهم مستقبل يقولوا ما هو جايين على إحنا على حروب وجاينا يا سيدي أنت مش أنت مش أنت اللي بتقسم رحمة ربك وفي السماء رزقكم وما توعدون الأولاد لسه رزقهم جاي أنت متعرفوش وما تتكلمش عنه وحتى لو الدنيا تربقت على بعضها الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال لك كده إيه يا شاقي وذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فتخلي بالك الحاجة المهمة كمان أن أنت كمان من القواعدة المهمة يبقى عندنا أول حاجة الحب الحقيقي تاني حاجة كمان لازم تكلموا وتربيهم على الأمل الحاجة المهمة كمان تربيهم على الحوار الفعال الحوار اللي فيه بينبني على الفهم والتفاهم وكمان التفاهم ما فيش مانع أن انت تسمح لهم بالاختلاف معاك بس في الأخي خالص تقوموا وانتوا مشتركين في حاجة واحدة حتى لو مشتركين أن كل واحد فيكم يحترم رقيق تاني إيه دا وإحنا نستسمح لأولادنا أنهم يختلفوا معنا أيوة ولما هتسمح لهم أنهم يختلفوا معاك ممكن يشوفوا كلامك مرة تانية بشكل مختلف بس أنا ما بقدرش أعمل كده لازم تتعلم الحاجة اللي بعد كده لازم يكون عندك مبدأ دي خواعد كده في التربية وبعدين أقول لكم شوية إجراءات إيه القاعدة الرابعة والأخيرة القاعدة الرابعة والأخيرة والمهمة التعلم المتبادل ما بقاش خلاص لازم نتعلم تعلم المتبادل ما أزنش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حط سيدنا أسامة رئيس للجيش أو قائد للجيش والجيش فيه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلا عشان يعلمنا أن فيه حيث ما التعلم المتبادل من أولادنا لازم نتعلم هم أصحاب فطرة هم أصحاب رؤية هم حتى أصحاب اختراعات فلازم العصر ده خلاص لازم يبقى فيه نسيال للمعرفة ولازم يبقى فيه تعلم متبادل ولذلك وفوق أقول لذي علم العليم أنا لما أبين لابني أن أنا جاهز أن أتعلم منه إيه إجراءات اللي أنا أقول لكم عليها خلونا عندنا أو الإجراء خلونا عندنا قعدة كل أسبوع لمدة ساعة نتكلم فيها مع أولادنا ونتطمن على أحوالهم وندر كل واحد حقه في الكلام وياريت الجلسة دي تكون من غير مبيلات وياريت كمان بعيد عن الشاشات ونقعد نتكلم مع بعض ونكون مركزين على أن احنا نتكلم في حاجة تهمنا كلنا ونسمع كلام أولادنا حتى لو الحاجة دي حصلت في الواقع نسمع كلام أولاد ووعى تستصغر أولادك أبدا لما رسول الله سلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من المعرفة شيئا لأن المعرفة اللي عند ابنك ممكن تكشف لك عن حاجة مهمة جدا جدا هو في عمق أفقاره لو فهمتها تتفتح لك أبواب كتيرة في التعامل معاه تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا 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 أن احنا لازم نربي أولادنا على أن هما إذا كنا عايزين نخليهم نبني لهم ملاقات صحية لازم نخليهم في تواصل دايما مع امتداداتهم لازم يبقوا متواصلين مع امتداداتهم ما فيش مانع أن احنا نخليهم يتواصلوا مع آلهم وحتى لو باتصال تليفوني لكن لازم هم يكونوا حسين بالامتداد عشان ما يفضلوش يضيقوا 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 لغاية ما يوصلوا إلى أن الفردانية ديت حاجة مهمة حاجة حتم عليهم فنتوسع ونبقى ليهم علاقة بقى قاربهم يتصلوا بيهم ونخليهم يعرفين امتدادهم ما فيش مانع أن احنا نجيب أصل العائلة بتاعتنا ونقرامع أولادنا وما فيش مانع أن احنا نفتح لقاءات متسعة مع كل أفراد العائلة آخر حاجة أنا بقولها لحضراتكم من الإجراءات المهمة اللي احنا لازم نعملها لازم يبقى عندنا جلسات للصلاة على حضرة النبي ولازم يبقى عندنا جلسات للذكر في بيوتنا عشان أولادنا وإحنا بنربيهم وهم بيخوضوا ضحايتهم لابد أنهم يحسوا بأنهم مطمئنين وهو تنسوا آلة التجريب خلوا أولادكم يجربوا تحت عينيكم عشان يقدروا يكونوا عندهم علاقات خليهم يتكلموا عن علاقتهم بشكل واضح وحاولوا تتكلموا معاهم بشكل مقنع عشان أولادكم يحسنوا من علاقتهم ويقدروا يتجاوزوا كل المخاطر الموجودة في العلاقات دلوقتي